بسم الله الرحمن الرحيم المحاضرة الثانية ألفاظ الاستعاذة والجهر بها والإسرار صيغة الاستعاذة المشهورة والمعروفة والمتداولة بين الناس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهذه الصيغة مأخوذة من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم أولا ثم لعلها مستنبطة من الآية التي أمرت بالتعوذ في سورة النحل حيث قال تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنما حذف فعل الأمر وأبدل فعل المضارع مكانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فهذه صيغة أولى متداولة ومعروفة على السنة الكبير والصغير وهناك صيغة أخرى وردت في السنة وهي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وقد وردت هذه الصيغة بالحديث الذي رواه أبو شعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل قال أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه فهذه صيغة ثانية لا بأس بها أن يقرأ القارئ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم والجملتان متقاربتان ولا خلاف بينهما أو استحباب أيهما أراد نتكلم الآن عن الجهر والإسرار بالاستعاذة وتتلخص مذاهب القراء من ناحية الجهر والإسرار بالاستعاذة بأربعة مذاهب نوجزها فيما يلي واحد استحباب الجهر بها في كل القرآن وعلى كل حال يعني سواء بدأ من أول السورة أو من وسطها أو قرأ كمية كبيرة أو قرأ آية أو جزء آية فيستحب لكل قارئ للقرآن أن يجهر بها في كل القرآن وعلى كل حال القول الثاني أو المذهب الثاني الإسرار بها على كل حال وفي جميع القرآن وذلك تمييز لها عن بقية القرآن فهي إذن من مجهة هذا المذهب تختلف عن القرآن كله فلذلك يسر بها على كل حال وفي جميع القرآن وأما المذهب الثالث فهو التخيير بين الإسرار والجهر مطلقا وفي هذا ترك الحرية للقارئ يجهر أو يسر على حسب ما ينشرح صدره لذلك وأما المذهب الرابع فإنهم قالوا يجهر بها في أول الفاتحة على اعتبار الفاتحة أول القرآن والله سبحانه وتعالى قال فإذا قرأت القرآن ومعلوم أن القرآن لا يقرأ جملة واحدة فدل قوله فإذا قرأت القرآن المراد إذا بدأت قراءة القرآن والبدء إنما يكون في أول الفاتحة فلذلك قالوا يجهر في أول الفاتحة ويسر بها في سائر القرآن فهذه مذاهب أربعة يتسع المجال للقارئ أن يقرأ بأيها أراد وعلى أي مذهب شاء والحمد لله رب العالمين